مشاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم الأحوال الجوية المتوقعة ليوم الأحد يوم الأحد هناك حالة مطرية حالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة من وجود تسخين في طبقات الجو السفلة وأيضا تبريد في طبقات الجو العليا مع وجود الرطوبة يؤدي إلى تشكل سحب ركامية وركام مزني وبالتالي هناك زخات رعدية من المطر أحيانا تكون غزيرة في المناطق الجنوبية الغربية وأيضا مناطق الغربية تمتد تدريجيا لتشمل المناطق الوسطى وأيضا شمال المملكة هذه الأمطار مصحوبة بالبرق والبرد والرعد وتؤدي أحيانا إلى ارتفاع منسوب المياه وإلى جريان السيول وارتفاع منسوب المياه في الطرقات وأيضا هذه الأمطار تكون مصحوبة بالبرق والبرد والرعد ومصحوبة برياح شديدة أحيانا تؤدي إلى إثار الغبار والأترب هذه الأوضاع الجوية المتوقعة إذن أمطار المناطق الجنوبية الغربية الغربية الشمالية والوسطى والشرقية وأحيانا تصل إلى منطقة الرياض إداريا لكن درجات الحرارة تكون محارة نسبيا أثناء النهار لكنها معتدلة أثناء الليل نرجو للجميع السلامة شكرا للمتابعة ونرجو من الجميع أخذ الحيط والحضر من البرديات من الأمطار الغزيرة أحيانا ومن تدني مدى الرؤية الأفقية ومن غزارة الأمطار أحيانا نرجو للجميع السلامة شكرا للمتابعة